هذا وتوفي صباحة اليوم المجهد العقيد محمد الصلاح يحيوي بمستشفى عين نعجة العسكري عن عمر النهزة ل81 سنة الفقيد من موريد عين الخضرة بولاية المسيلة يعد الراحل من الرعيل الأول في جيش التحرير الوطني التفاصيل مع كمال كريكرو وأحمد محمود العقيد محمد الصلاح يحيوي من الرعيل الأول من الثوار من مواليد 37 تسعمائة وألف بعين الخضرة بولاية المسيلة ينحدر من عائلة محافظة ذات علم ونبل تلقى تعليمه بالمدرسة الملتزمة بن باديس أين تلقى تكوينا عربيا إسلاميا فأبوه كان إماما ومنه أخذ محمد الصالح يحيوي الثقافة الدينية التحق بالثورة في جبال الأوراس في ثالث مارس 56 تسعمائة وألف مفضلا ذلك عن الاستفادة من بعثة تعليمية إلى المشرق شارك في تأطير ناحية عين التوتة التي كان يقودها أنذاك محمد شريف بن عكشة والتي كان فيها ضباط معروفون أمثال السعيد عوفي ومحمد الصالح بن عباس تحدى محمد الصالح يحيوي الموت مرات عديدة حيث أصيب خلال عشرة مواجهات مع العدو بما لا يقل عن ثمانية عشر إصابة كما أصيب محمد الصالح يحيوي في الثامن عشر جون في اثنان وستون في معركة وقعت بالوادي الأحمر ضواحي آريس بينما كان قائدا للمنطقة الثانية فتهشمت ساقه اليسرى وتمكن رفاقه إبراهيم غوقالي واسماعيل محفوظ من إبعاده عن أرض المعركة ومعالجته ونظرا لتدهور حالته الصحية غاب محمد الصالح يحيوي عن اجتماع السادس ماي اثنان وستون تسعمائة وألف أين تم نقله إلى مستشفى خنشلة اختار محمد الصالح يحيوي بعد الاستقلال البقاء في الخدمة العسكرية مثله مثل الطاهر زبيري عمار ملاح رابح جميل وغيرهم عين محمد الصالح يحيوي عضوا في قيادة الأركان ومجلس الثورة وارتقى إلى رتبة رائد في الجيش الوطني الشعبي أثناء عقاد مؤتمر الحزب في السادس عشر أفريل 64 تسعمائة وألف وشغل بعدها عدة مناصب في الجناح العسكري فكان عضوا بالولاية التاريخية الأولى الأوراس تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة في الفترة ما بين 64 وتسعة وستون تسعمائة وألف وبين هاتين الفترتين كان مسؤولا للمنظمات الجماهيرية بالحزب وعضوا في اللجنة المركزية بعد مؤتمر 64 لكنه فضل العودة إلى الجيش بعد خلافات مع الرئيس الأسبق أحمد بنبلة كان حينها مساعدا لقائد أكاديمية شرشان لمختلف الأسلحة ثم عين قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار ليعود بعدها سنة 69 قائدا للأكاديمية العسكرية تم تعينه سنة 77 مسؤولا تنفيذيا للجهاز التنفيذي للحزب استعدادا للمؤتمر الرابع وكان بعد المؤتمر الرابع عضوا في المكتب السياسي ومنسقا للحزب مكلف بمهمة إعادة هيكلة الحزب وتنظيمه وكذا تنشيط المنظمات الجماهيرية حيث أصبح المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيس الراحل هواري بومديا بعد وفاته غير أن قصد مرباح حاول اختراق الحزب من خلال محاولته فرض أعوان له في الحزب وبصفته مدير الأمن العسكري فصل قصد مرباح في أمر استخلاف الرئيس هواري بومديا لصالح قائد الناحية العسكرية الثانية العقيد الشادل بن جديد كان ذلك في اجتماع برج البحري وفي ماي 1980 قرر أعضاء اللجنة المركزية للحزب سحب الثقة من منسق الحزب محمد الصالح يحياوي كخطوة أولى نحو القضاء على الرموز البومديانية وإبعاده نهائيا من الحزب والدولة ليعود إلى عضوية اللجنة المركزية عام 98 ثم يقرر الابتعاد نهائيا عن الحياة السياسية يعد العقيد محمد الصالح يحياوي من الرجال المخلصين للجزائر وللجيش والجبهة ومن الرعيل الأول لضباط جيش التحرير الوطني الذين ما بدلوا تبديله فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه